زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق حملت طابعاً اقتصادياً رغم أبعادها السياسية فبعد يوم واحد من وصوله إلى بغداد توجه روحاني إلى كربلاء وسط إجراءات أمنية مشددة وأجرى مؤتمراً صحفياً بيّن فيه أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلاً عن توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية وصحية مؤتمر روحاني لم يشد حضوراً رسمياً على المستويين المحلي والمركزي كنا راغبين بكل الرغبة في إلغاء التأشيرات لمواطني البلدين تسهيلاً للزيارات المتباد قررت الحكومتان إنشاء مدن صناعية مشتركة على الحدود الإيرانية العراقية وذلك من خلال استثمار رجال الأعمال الإيرانيين والعراقيين وكل من يرغب في الاستثمار الرئيس الإيراني التقى بعدد كبير من ممثلي العشائر من كربلاء وبابل وهذا الأمر ربما غير وارد في البروتوكالات الرسمية محللون تساءلوا عن قانونية هكذا لقاءات فيما يرى مراقبون إن أغلب الاتفاقيات التي طرحت تصب الفائدة الأكبر منها في مصلحة الجانب الإيراني اقتصادياً أما الإنعكاسات السياسية لهذه الاتفاقيات فهي غير منظورة على المستوى القريب تبادل أحد الجانب حيث أن العراق الميزان التجاري مختل ويميل إلى الجانب الإيراني إيران تصدر بما يعادل 18 إلى 17 مليار دولار للعراق دون أن تستورد من العراق ماذا يصدر العراق لإيران طالما المصانع قد عطلت والزراعة قد كذلك خربت ودمرت في المقابل يرى محللون إن انفتاح العراق على دول المنطقة حالة صحية شريطة منع التدخل في الشأن المحلي للبلاد وتحجيم نفوذ دول الجوار وتأثيره على العملية السياسية الزيارة توضح حاجة إيران إلى النجف والعراق وليس العكس كل هذه التساؤلات تطرح على الرأي العام أنه لماذا رئيس دولة يلتقي بشريحة من المجتمع العراقي ولماذا يغيب المسؤولون عن هذه اللقاء ولماذا مرتين على التوالي جواز ضريف وزير الخارجية ومن ثم الرئيس الجمهورية بنفسه يلتقي بهذه الشريحة من المجتمع العراقي زيارة هي الأولى للرئيس الإيراني تأتي لتوسيع دور العراق في تقليل أثار العقوبات على إيران من خلال البحث عن ممر تجاري يعود بالنفع المالي لها من كربلاء ميثم الجناحي الحرة